ما هو أخذ البطل وفيش طلع ولا شوية جون الجهال قاله أبنكم حمود احترق والله ركضنا لقناة صحيح من احترق أهلا بكم نبدأ من بغداد شاب يتيم لديه علاقة بشابة كانت العلاقة صداقة أيضا مع والد أو زوج أم هذه الابنة فوجئ هذا الشاب بإنهاء تلك العلاقة وامتناع عائلة الفتاة من زواجه منها قام الشاب بالانتحار حرقا ليترك والدته وحيدة فلنشاهد لكن اليوم هو قاعد هنا يحكي وصير عصب كل شي حصابه من هارع شن السبب كان يقول له هيك عمه ماكو شي هذا شن البطل البانزين الخلف صف وك شان يقول هذا لا والله الصديقة عند ستوتا بدر شنو راح وديه هي مو إلي يا صديقة زين وعصابه كل شمن هارعه أجدت أمه قالت له يمه هذا هم البطل شنو وقالها لا هيكي يعني فماكو هو أخذ البطل وهيكي طلع ولا شوية جون الجهال قاله أبلكم حمودي احترق والله ركضنا لقنا صحيح من احترق السالف وما بيه طلع أثار عده علاقة ويبنية يبنية جوارينا ما نفكر اسمه لأن ما نفكر اسمه فبهر كانت نايمة براسة هو كان عده يعني شي من المال يعني فلوس عده فا استغلوه بفرصة لأنه يتيب وما عده أحد وفقير فأنا ما عده أحجائي بالمنطقة لأنه هم من النوع اللي هادئ وما يسغل وما يحجي من النوع الفقير فهو هذا الأب استغلها فرصة عالية دوما يروح للمدرسة يفترني طلع من المدرسة ياخذها كمشي بطريق مزيين أنا بالبيت وجدت الجهال الصيح قاله حمودي احترق قاله حمودي احترق ما صور ما عنا ما صورته احترق رأسا طلعت سيعني بلا عبايا بلا تكرموا النعاء فقدت ما أدري بي لقيته محروق بباب عمه زيان هو صغير تلعبت بعقله هو جاهل صغير حتى على الكورستال علمه حتى على الحبوب علمه هو بس هذا إلم وعين ما عده بس وهذا إليه لا عده أحد بعد غيره ولا ما حوض زيان وهذا للناس هم الكتله أنا ناشد بحقه يطلع من هذا الرجال هو أريد حقه ياخذ العدالة من هذا ذنه هو كتله هو هذا إليه الوحيد وأبوه شهيد زيان وهي لعبت برأسه أتقاش مقاش مرته وكل ساعدك عليه بالتاليفون حتى لأمها هم نفس الشيوية هو طفل صغير أنا أريد حقه يطلع لانا هي مخططة هي وامها قالت لي عقبل اسبوع أنا أدري بي السالفة من رايح قالي لأمها لأمها اللبنية قال لها أرد الزوج بتلي شوهاي قالت لي أي ما يخالب هذا السؤال هو حمودي يطيهم حمودي ولد فقير لعالم كلا تدريبي أي دمولة يعني جماعتنا كل أسألها نفسي طيبة فول فالجمعة بيوم اللي احترق ووم خابري لأي شوش السالفة وإحنا ما نضكي لبنية لأنه أنت ما عندك فلوس ولا عاني قوم الولد رح جبط البوانزين وحرق نفسك هو الولد من ومشاوي هذا الشخص اتغيرت كل أموره قام حتى شونا قل لك أنه كانت هي حتى زينة يعني من ومشاويه اتغيرت كل أموره هذا الولد يعني إحنا أصدقاء نحبه يعني شونا قل لك يعني ولد حياة الخلوق والله العظيم مش قد ما تحكي عني يعجز اللسان والد إحنا هو صاحبنا ونأكلنا المنطقة تشهد له يعني والد عمره 17 سنة كوش ما يعرف كوش ما يعرف الطولات هي آتها بالصورة 17 سنة يعني قام شهرا قام بعد ما يلتقوا إيانا احنا نشنا نمشي ياشي لوحده احنا ويا بالصف يعني بالمناسبة ويا بالصف من مشوي هذا الشخص قام يعني شونا قل لك بعد ما يلتقوا إياه قام يفوته مثلا شونا قل لك إنه دنبل وهاي الشوالف هي موب عمره أسطين يأخذها بالسيارة ويروحهم